سواء الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا وزي ما قلنا في البداية معينا فكرة خاصة جدا مع المخترع المصري المهندس أحمد وصفي أحمد خريك وليت هندسة كاسم ميكانيكا وهو قدم اختراعين مهمين جدا أعتقد أنه ليه اختراعات أخرى بس هنركز النهاردة على الاختراع الأول هو جهاز أمان للسيارات والاختراع التاني هو جهاز حمام محمول وحصل فيه على براءة اختراع في 2008 اتكلم عن بدايته اتكلم عن اختراعاته هنفهمهم منه أكتر لأن انا مش هقدر اوصفهم زي ما هو هيقدر يوصفهم لكم مع المهندس أحمد صباح الخير ازاي يعني عايزة بتدي الأول قبل ما اتكلم عن اختراعاتك عايزة بتدي مع بدايتك مع عالم الاختراع دخلت ازاي وإيه اللي خلاك إيه اللي شدك أنك تبتكر فكرة وتخترع هو الموضوع بيبتدي دايما الواحد بيلاقي ان هو عنده حل المشكلة بطريقة مختلفة ساعات ممكن لو طفل صغير بيحس ان هو الحل ده ممكن يشوفه مجنون شوية وتصرف مختلف عايز يحل المشكلة بطريقة مختلفة فده دي بداية الموضوع ان انا كنت يعني في مشكلة بحاول حل المشكلة بطريقة مختلفة لغاية ما اجيت في فترة مع بداية التنفيذة او الاختراع كان موضوع الفورتلو تويلت او الحمام محمول كان بداية التفكير عندي ان في حدا كان معاق وكنت شايف ان انا ممكن اعمله حاجة تساهل عليه كانتش لسه عندي معلومات كافية عن ان الموضوع ده ممكن الموضوع ده قصلا بيلا شو بطريقة تانية يعني فعملت الجهاز وركبت له بطاريات وركبت فيه اجهزة بتاع بحيث ان هو يشتغل بطاريات معانا ويبقى حمام كامل يعني بمضخة مية بجهاز يعني بحاجات استخدام مرة اخرى انا اتكلم عليه اكيد بالتفصيل بالضبط وبعدين لما عرفت ان هو مش هيبقى لي لازمة بالنسبة له فترة افكر في استخدامات تانية اللي هو اطوره وعمله اوضة بتفتح وتقفل عليه وتدخل تانية تبقى في الشنطة لغاية ما الموضوع طلع فدي كانت بداية ان انا اعمل حلة متكامل يعني طب يعني انت بدأت حسيت ان انت في مشاكل معينة وعايز بتواجهها بحلول بالضبط اول الاختراع ليك كان هو الحمام المحمول ولا كان فيه حاجة كان فيه حاجة جاية معي على طول تاني هو زي تعديل على بحث كان معمول على حزام الحزام ده مفروض ان هو بيساعد باحد ان هو لما يشيل حاجات اوزانها تقيلة يشيل الطريقة الصحية ده كان بحث وانا عدلت على البحث وطلعت منه منتج يعني ده قبل الجامعة ولا بعد الدراسة حاجات كده وحاجات كده يعني دول كانوا وقت الجامعة الحمام المحمول والحزام 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 طب نبدأ بالجهاز امان السايرات معناه ايه ووجات لك الفكرة ازاي واعتقد ان هنا موجهتكش مشكلة وحاولت تتحلها فشح لينا علي شوي اقول لك الحاجة برضو هنا الموضوع ابتده بمشكلة بس ساعات المشكلة ببقاش بيعني حط ايده عليها يعني انا وقت ما ابتديت افكر ان انا هعمل جهاز امان للعربيات كنت ساعاتها وصلت تقريبا ان انا عندي فوق الالفين تلات تلاف صورة لحوادث انا بصورهم على الطريق يعني فاهم انا ليه ليه بس بنزل بشوف حادث بصور الحادثة وصورها من واكن المختلفة سؤال ليه بتصور الحادثة معرفش يعني كانت ساعتها الموضوع اللي هو ايده حاجة غريبة وبشوف ناس بتموت في الحوادث وعربات مقلوبة يعني عندي كمية حوادث حتى انا كنت عامل جروب على الفيسبوك زمان ناس بتبوست صور الحوادث وانا بفضل قاعد اتفرج الحوادث دي اللي حصل فيها لما بقيت مهندس ميكانيكا وبدأت ادرس الموضوع علمي واشوف ايه اللي بيحصل بالزبط فخلينا نشرح شوية بس ليه العربيات دلوقتي بيتاخف من زمان او ليه دلوقتي بيت قابلية الحادث فيها اكتر زمان ممكن مثلا نتكلم عن عربية هتلاقي عربية نفس الحجم بتاعها اللي موجود دلوقتي بس كانت مثلا خمس تلاف سي 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 واربعة تلاف سي 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 دلوقتي الف وسبوثمائة سي سي والهولس باور برضو بيختلف من زمان لدلوقتي بس تسمعي دايما يليك عربات زمان ناشفة العربات زمان تقيلة صحيح كانوا بيعملوا ايه العربية بيبقى المطور بتاعها قوي اوي والمعدن بتاعها كتير اوي معمولة بمعدن كتير اوي فالعربية المطور بيقدر يحرك الوزن ده تمام الاتجاه كله دلوقتي العالمي ان احنا نقلل الوزن العربية ونقلل الاستهلاك البنزين ونقلل قوة المطور عشان ندي في الاخر نفس الناتج طب بالتالي بقيت بحط مطور الف وستمية بدلا من العربية وزنها كده بخلي وزنها الربع فالمطور بيديها نفس الكفاءة بس عامل الامان بنحاول نعمل عامل الامان بقى مبتقرة ان احنا نعمل ايرباجز نعمل احزم الامان عشان الفرق اللي راح في المعامل فاي حد بيفكر ان هو يطور في عامل الامان وببتدي يطور ان هو يفكر ان هو مثلا احنا يحط قدام مثلا اكسضام حديد او هيعمل اي حاجة فيها زيادة وزن ان هو ما بيتطورش ولازم ان احنا مشيما على الاتجاه العالمي اللي احنا بنحاول نقل استهلاك البترول بنحاول ان احنا الوزن العربية خفيفة وناخد نفس الاتجاه العالمي اللي طلع ضدنا كلنا في الاخر انت عملت ايه اضافت ايه يعني انت مطورتش حاجة موجودة اصلا في العربية زي زي ما قلت مثلا ايرباجز او حاجات موجودة حاجات موجودة على تعوامل الامان في العربية حاجة جديدة خالص هي الفكرة كلها ان انا من الصور اللي اتفرج عليها والحوادث اللي انا شفتها ومن الدراسات اللي اعملتها عن ايرباجز وعن حزام الامان لقيت ان هم مش ناجحين اوي يعني هم طبعا بيفرقوا كتير في حيات ناس بس في ناس بتتضر منهم اكتر ما بتستفيد منهم يعني كسر الرقبة مثلا مع حزام الامان في حوادث معينة ده بيحصل ان ايرباج تعور حد او برضو تكسر له رقبته او 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 اسمعنا عن حالات اختناف كمان من ايرباج ضبط وعشان كده العربات جديد الوقت اليرباج بقى فيه اون و اوف يعني انا بقى في له احتياطي بدل ما فهو هو طبعا حاجة فعالة جدا بس احنا كنا عايزين نروح لمرحلة اللي بعد كده ايرباج بقى له سنين الحزام الامان بقى له سنين اكتر ففي حالة ان احنا بلاتي ان كلم العربية بقت اسرع بقى ممكن عربية وزنها اخاف ومطورها اسرع بتماش بسرعة عالية جدا فكنا عايزين نعمل حاجة تنفع الكلام ده ومن هنا ابتدت بقى فكرة العربية الجهاز بالعربية ايز العرباء قصة الجهاز بيعمل ايد فكرة الجهاز هاو بيتركب فين وبيقوم بايه فكرة الجهاز بيتركب مبدئيا في عمالية التصنيع اي 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 اه مفحاش الضاف للعربية اي انا لازم ده يخش في خط انتاج العربية اي اي اقول له عربية دي فيها او ما فيهاش زي الارباجز الجهاز بيركب في جزء الالشاسي بتاع العربية بيشتغل ازاي العربية لما بتاخد صدمة من قدام او من ورا طبعاً من قدام ده أنا بجيب 180 درجة يعني معي لنص القدام ده كله 180 درجة على الوش من قدام والظاهر كمان. لما الجهاز أمال العربية بتقامل حدثة من قدامه من وره على صورة عالية جداً دي طاقة. فأنا باخد الطاقة دي بعد ما يحصل تكسير معين في العربية من قدام قبل ما يبتدي يخش على الركاب اللي جوه الطاقة دي جزء منها بيتحول بطريقة معينة في الجهاز إن الكابينة في النص بتتزحلق على الجزء اللي كسر في الحادثة وبتاخد الطاقة دي بتشدها تطلعها لفوق. موضع شرحة صعبة شوية. يعني البادي بتاع العربية نفسه بيترحل. إحنا لو ينفع نارد مثلاً صورة. لو عندنا صورة أكيد دلوتي يعني نظهرها و يعني يتكلم عنها أكتر بوضوح. بس برضو يعني اشرح لي تفاصيل أكتر. الحادثة مثلاً حد خبط عربية من الوجه مثلاً من الأمام. البادي اللي في الوسطة بيترحل إزاي أو مثلاً على الصورة الشرح لنا. يعني احنا بلاش نتكلم على الحادثة بسيطة. لان ازاي بولي الجهاز ده معمول للحاجات الكبيرة. الحاجات اللي ايه مفهود نيه هتموت. لان الجهاز معمول بطريقة معانا هو ما يشتغل شغل لما يكون حادثة تموت. يعني لو حادثة بسيطة مع حزام الأمان. يعني لو انا خبطت خبطة بسيطة يا دوب الأكسدام هيقوة. العربية تتخربش. مش هخلي جهاز يشتغل فيها. لازم يكون في كسر يعني كسر كبير. مش أي كسر كمان. يعني كسر ما احتكش في. خلاص انا عديت مرحلة الارباكز وحزام الأمان. انا داخل المرحلة ان ده فيه موت هيحصل. تمام. بنكلم مثلا في حادثة على سرعة مئة وستين مثلا مئة وسبعين. اللي هي خلاص. يعني الطبيعي ان الانسان الجوا ده في العربات الموجود دلوقتي يتضمر يعني. فهو الجهاز بيعمل ايه؟ العربية بتتيت تتكسر من قدام بترتيب معين. يعني بتتيت تتكسر 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 بيحصل تشكيل في المعدن ده. عند حتة معينة الجهاز بيشتغل. خلاص. في حاجات معينة بتتكسر. بنز معينة بتتكسر. ليها حسابات معينة. بتدي الجهاز ياخد بقى الطاقة بتاعت الخطة دي. ويحول الطاقة دي ان يخلي الكابينة اللي في النص. الجزء اللي هيك فيه الاربع ركاب. يبتدي يطلع فوق الكلام ده استخداما للطاقة بتاعت الحادثة نفسها. فانا باستفيد حاجتين في نفس الوقت. اول حاجة انا بابعد الناس دول عن مركز الحادثة. تاني حاجة انا باستهلك جزء من الطاقة بتاعت الحادثة. فبقللها. تمام؟ موضوعه معقد شوية ميكانيكية. يعني بس احنا عملنا على الدراسات. والدراسات دي بتتعمل بطريقة فتش. يعني انا بتتجرب عالكمبيوتر وبحط جواه كأنهم بنيادمين حيين. ومشوف اللي حصل عليهم من وقع حادثة اماكن مختلفة. والحمد لله حق ارقام نكحة كبيرة. طب احمد الدراسات دي. يعني انا عايز اعرف برضو مين بيصرف عليها. مين اما بيبقى عندك اختراع وعايز تبتدي تعمل بعض الابحاث عليه. اكيد في حاجات بتبقى عملي وفي حاجات بتبقى نظري. تمام. العملي بيحتاج فلوس كتير وبيحتاج تمويل. مين بيصرف عليه. جلسي هقولك على حاجة. يمكن انا شوية عشان اقارف التكنولوجيا قوي. العملي بيحتاج فلوس كتير قوي وده مش متوفر. فانا بحالة اقدم اقدر ان انا اعمل كل حاجة نظري. يعني ممكن تستخدمي سوفتوير. تقدر يتعملي بي كل الكلام ده فيرتشويل او كومبيوتر. وتاخد النتائج دي بالزبط. بس انا اللي كان زريف ان انا فيه بعض البرامج دي بتبقى برامج لشركات. يعني لانه مش طبيعي ان واحد يقعد يعمل جهاز الامان. ببرامج لشركات اللي بتدرس عوامل الامان. ففيه برنامج في منتغل اهمية اللي بيدرس الموضوع ده. ده فيه مؤسسة علامية مسؤولة عن هي تدي الابروفلز او الموافقات على ان جهاز ده جهاز امان وصالح في الاستخدام او مطلع نتائج كويسة. دول دوني نسخة كاملة من البرامج للدرسات دي مجانا عشان انا اقدر ادرس عليها. تبني عليها. بالضبط. اقدر ادرس عليها. بتسجل بتسجل افكارك. يعني انا عارفة ان انت واخد براية اختراع. بس يعني اللي قالوا لي ان انت واخد براية اختراع عالميا. محاولش سجل هنا. هو فيه نوعين. انا سجلت هنا طبعا الاول لازم سجلها الاول. بس طبعا تسجيل في مصر يعني متعب. متعب ازاي؟ بياخد وقت طويل جدا يعني. حوالي قد ايه؟ يعني الطبيعي اللي هو المعلن يعني. لان انا اروح عشان اسجل. ما اكتب براية الاختراعات. ايقولك سنة وثمان شهور. سنة وثمان شهور يعني لو حد عمل اختراع مماثل ممكن بسهولة جدا يحصل. لا هو بقي فيه حاجة اسمها محضر ايداع. فهو محضر الايداع ده كافي بحمايتك. بس الفكرة كلها ان انا لو سنة وثمان شهور ده عشان تاخد البراءة. فبعد ما اخد البراءة بابتدي بقى كده في حق البيع. عشان اقدر ان انا اطلع منتج من الكلام ده كله. كل الكلام ده فيش منتج بيطلع. احنا في عاصر دلوقتي ان انا ممكن اعمل حاجة النهاردة. بكرة يبقى فيه حد عايز ينزلها في السوق. صحيح. وعالميا. علميا الدنيا منظمة قوي يعني. انا بختار الاول عدد البلاد اللي انا هسجل فيها. وممكن من هنا هنا وبتبيعت مكاتب ترجمة لو هتتبيعت مكاتب ترجمة وبعد كده تطلع. وفيه كذا طريقة كمان ومعروف دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وهيجيلك شهادتك يوم كذا. فالدنيا منظمة اكتر بكدير. هوا بتسجيبي باعلامي يعني. انا اخترت 8 بلاد اللي فيهم تصنيع العربيات. ودول اهتميت الاول. متأمن نفسك. اه بالضبط. انا نسجل فيهم الاول يعني. طب نروح للاختراع التاني. حمامي المحمول. اه. شخصي انا برضو فكراته ايه. وزي ما قلتلك بالاول يعني كان ايه اللي جاب الفكرة. وقد ايه. عايز اعرف برضو ده مقاسه قد ايه. ومن انت تقدر تتحرك بيه سهولة التحرك ده عاملة ازاي. تقريبا 50 في 40. ده ده كان اول بروتو طايت طلع او اول واحدة طلعت يعني. ممكن يتحطيه في شنط عربية. يعني 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 مقاس شنط عربية يبقى معي. الفكرة اللي فيه او الحاجة اللي هو بيدفعلنا ايه. احنا دايما كمصريين او كعرب. بنستسهل واي حاجة محتاجينها اي فاسيليتي او اي حاجة تساهل علينا. بنبعت نشتريها من برا او بنبعت نجيبي الاختراع اللي تعمل لها من برا. ففي حاجات معاناة اللي هي تخصينا احنا بس يعني. بنحتاج خصوصية بنحتاج يبقى فيه مية بنحتاج. بس فهو انا عملت حاجة بسيطة عبارة عن الدفايس ده بيتشحن. بياض معي الشحن بتاعه وستاند باي تقريبا عشرين يوم. او انا خمسة عشرين يوم. بيتماني جوة تقريبا اثنين لتر مية. دول بيكفوا معي اكتر من خمسة لتر مية استخدام. اثنين لتر ازاي ممكن. عشان كل حاجة تتحسب. انا بدوس على الزرار عشان هطلع مية قد ايه. وقت قد ايه والضخ بتاعها بيطلع المية ازاي. فهي ممكن تتحسب عشان 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 هطلع كمية قد ايه فوقت اديتها مية قد ايه. وبيطلع حاجة صغيرة زي قوضة بسيطة كده صغيرة بتتفتح وبتغطي على المكان كله. والواحد بيخلص مع كده ويروح قفلها تاني وخلاص. طب مكتوب ان الاختراع ده تم اختياره كافضل عشرة اختراعات تفيد البشرية. مين اللي اختارها؟ لا مش دفيل بشرية ولا. الجايزة كانت في برنامج مصابعة على مستوى الشرق الاوسط. ايه. وانا خدت فيها من احسن عشرة اختراعات على مستوى الشرق الاوسط في برنامج ده. لان هو كان الاختراع كان مفيد جدا وفعال. الناس صلعتها حتى ساعتها في المسابقة استخدامات كتير قوي. زي مثلا الحج لانه وزنه خفيف كان زي الحج زي الطرق الصحراوية زي الصفر على الطرق سريع. اشتركوا في القناة